اشتركوا في القناة لكن في هذه المرحلة الانتقالية ما بين يناير وإلى حين دخول هذا الشريع الجديد المرتبط بالدعم الموجه لذلك العائلات التي لديهم 7.7 مليون طفل و3.5 مليون عائلة لفضعيتها شاشة سوف يتم المحافظة على هذه الحقوق التي كانت تستفيد منها هذه السيدات فالمرسوم الجديد فقط أعطى واحد الإمكانية لأننا ما نوقفوش هذا الدعم نحافظ عليه على غرار ما تم إنجازه على مستوى المستفيد من نظام الرميد وحينما سوف يتم تعميم التعويضات العائلية أندك سوف تشمل جميع الفئات المعوزة والناس لفوق 60 سنة إلى غيره من الفئات التي تحتاج إلى هذا الدعم فهذا فقط إجراء انتقالي لكي لا تتوقف هذه الأسر عن تلقي ذلك الدعم السابق لأن الشريع الجديد الآن خاصة في شقةه المرتبط بالتعويضات العائلية وهو مرتبط أيضا بالحماية الاجتماعية التي كمناها في السنة الماضية نحن الآن هذه السنة سنوات تعويضات العائلية نعموها على الأسر طبعا المعوزة واللي في الحاجة إلى هذا الدعم في السنة المقبلة سوف يتم توحيد التقاعد على أساس أنه في السنة الأخيرة سوف يتم إصلاح منظومة تعويض عن فقدان الشغل وبذلك سوف نكون قد أنهينا هذا الورش دي الحماية الاجتماعية بأركانه الأربعة الحماية الرعاية الصحية تعويضات العائلية التقاعد ثم الشقة الرابعة المرتبط بالتعويض عن فقدان الشغل على مواقع التواصل الاجتماعي